عند عودتها من مدرسة لم تقبلها رسميا بعد انتظر الطفل هدي المنزل قوامه غرفة متنقلة في الضواحي الغربية لعدان بدلا من منزلها الريفي الذي هجرت منه قسريا قلت الحرب وهربنا لما بيت قدي وبعدنا منظمة هنا بنت لنا بيوت وقلت ده وحملنا لهنا الآن المدرسة حقنا تدت وشايد عدوهم مسلموا لا نحن شايد لعله أصغر مركز إيواء تم إنشاؤه وهو الأول في عدل لنازحي محافظة تعز من مديرية الوازعية والمناطق المجاورة إذ يتسع لثمان أسر تقتسم مطبخا واحدا ويتذكر أطفالها وشيوخها جيدا رحلة النزوح المنقوشة في جدار الذاكرة كل يوم نفقد قريح ويوم نفقد شهيد والثالث يوم نفقد أغنام وأبقار فشوفنا خرقنا بقلودنا خرقنا بقلودنا من هذه القرية من المنطقة كاملة فحاولنا أن نسحب إلى منطقة الألبياء ومن منطقة الألبياء إلى عدم قلة الأسر المستوعبة في المخيم لا تدل على قلة النازحين من تعز لكن أغلبهم مشردون في هياكل بنايات غير آهلة كمساكن مؤقتة قد يطردون منها في أي وقت حاولوا أنهم يخرجوا أصحاب البيوت لأماير العظم قالوا بيبنونه هنا يعني وتظل هذه الغرف الكرتونية القليلة نواة مخيم لم يكتمل لأسباب يعرفها مسؤولو الإغاثة ومتلقوا الدعم الذي لا يظهر منه سوى الفتاة أدم الحسامي قناة بلقيس عدم